في مبادرة إنسانية ومحاولة لشد الأنظار إلى الأطفال المصابين بمرض السرطان نظم سكان منطقة الكسك في قضاء تلعفر بمحافظة لينوى مهرجان لمجموعة من هؤلاء الأطفال وعدد من الفقراء والمساكين في مسعى لرسم البسمة والفرح على وجوههم ودمجهم في المجتمع بعد سنوات من الصدمة التي عاشوها بفعل المعارك والتداعياتها بدأنا بعد مساعدة معلمين وأشخاص شباب من محافظة لينوى ومعلمين من منطقة الكسك في مدرسة الكسك المختلطة بإقامة مهرجان هو الأول من نوعه في محافظة لينوى وفي غرب محافظة لينوى لتوزيع الهدايا على الأطفال المرضى واليتامة والفقراء وتضمنت الاحتفالية فقرات متنوعة وبعض العروض المميزة لشخصيات محببة لدى الأطفال فضلا عن غيرها من الفقراء لرفع روحهم المعنوية نطلب من الأخوة ودعم الأخوة لهذا مرضى السرطان وهذا اليتام نطلب الدعم أنهم يدعمون الأخوة على الحفل هذا وندعمهم على حضورهم وحضور أهاليهم فنشكرهم على الدعم معهم أهالي المنطقة طلبوا المنظمات الإغاثية بزيادة مصة والدعم الإنساني ليتسنى للقائمين على المبادرة تنظيم مزيد من البرامج وشمول أعداد أخرى من الأطفال المرضى ونطلب المزيد من الأخوة الذين تمثلوا في هذا الحفل ومن الجهات المنظمة عامة الحكومة والمحلية والدولية في النظر إلى أهالي القرية من ناحية الطريق والمنطقة عامة والمنطقة محتاجة إلى بعض المشاريع التي متوقفة منذ سنوات نحن الآن في أمس الحاجة إلى المدارس وإلى العمل للطرق التي نسلكها في القرية ونكون نشكرهم على حسن مجيئهم وتعبهم إلى منطقتنا فأهلا وسهلا بهم والآن نحن نكون بأمس الحاجة إلى المنظمات لكي تساعدنا على أداء والمعاونة لأهالي المنطقة عامة غياب الدعم الحكومي وتجاهل هذه الشريحة التي تعد الحلقة الأضعف في المجتمع دفع ناشطين للمبادرة في تنظيم هذا المهرجان بهدف تفعيل قيم التعاون والتكافل والعطاء وغرس الأمل لدى الأطفال وتنمية الخصال الطيبة فيهم ترجمة نانسي قنقر